خلينا النهاردة نتابع مع حضراتكم في بداية التاسعة رئيس السيسي ألقى كلمة خلال أعمال الجلسة الرابعة للمنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا وخلال الكلمة أكد السيد الرئيس على وجود مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية مؤكدا ضرورة بحثها لإيجاد حلول فعالة للتغلب عليها في إطار مستقبل النظام الدولي وطبعا ده كان شيء مهم جدا أن سيد الرئيس يلقي هذا الرأي فيه خلال هذه التطورات اللي احنا بنتابعها أيضا خلينا نتابع مقتطفات من خطاب سيد الرئيس تقتري منا الصراحة التسليم بأن تلك الأزمة قد كشفت بشكل جليل عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية يتعين علينا التوقف عندها وبحثها بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها ولهذا فود أن يكون حديثي معكم اليوم حول مستقبل النظام الدولي خلال السنوات القادمة وقدرتها على الاستجابة للأزمات العالمية الطائعة وتبعاتها متعددة الأبعاد أسمحوا لي في هذا الصدد أن أطرح عليكم مجموعة من التساؤلات هل يمكن لنا تحمل تبعات استمرار وجود نحو 61% من قوة العمل في العالم في إعداد الاقتصاد غير رسمي فضلا عن افتقار نحو أربعة مليارات إنساني للضمان الاجتماعي إذا كانت الإجابة بلا وأظنوها كذلك فأزبح التساؤل المنطق الثاني هل لدينا القدرة على الخروج جماعيا من الأزمة والتطلع إلى مستقبل أفضل وإذا كانت الإجابة نعم وأظنونا نردوها كذلك فأي طريق نسلك هل نستمر على السياسات القديمة أم نحاول البحث عن سياسات جديدة ترجمة نانسي قنقر